بس انت قلتل في الجول الاهلي يستحق لقب الدوري مثل ما حدث مع فاريس سان جرمان اوكي ده في الجول طيب الجنيني قال عن طريق بوابة الاهرام الغاء الدوري لا يعني منح اللقب للاهلي لا اصلا تخلي بقليك احنا بنتكلم بصر التجربة الفرنسوية او الدوري اللي بره الموجود بره ما انت عندك برضك الدوري الاسباني بيعرضه برضك مين اللي هيكسب الدوري وعندك الدوري الانجليز برضك بياخده قرار بس احنا بنتكلم في اول يعني بس لسه مفيش حاجة لسه مفيش حاجة سيحنا نكلم الاتخاذ الرسمي اللي اتاخد من فرنسا اللي هو باريس سان جرمان اللي هو البطل عشان بفرق بناط كبيرة جدا واللي هينزل تحت اللي هو امياء وطروق وفرقة زي تحت هم الاتنين اللي هينزله فدي الفرق بيقى وخالي بلك الدوري فرنسي كمان هم في الهما السبع وعشرين الجولة السبع وعشرين يعني فاضل خمس جولات او ست جولات فده اللي بنتكلم فيه احنا بنتكلم النادل اهلي في نقاط بعيد جدا يعني هبنتكلم النادل اهلي فرق بقى عشر بونط ولا خمس جولة بونط يعني معنا التصريح ده يا كابتن معنا الحق لو انا جنتكلم في الظروف الظروف السنائية بنتكلم فيها بس نادل اهلي الاكتر طبعا هو الوحيد اللي كان معد بفروقه كبير جدا يعني اكبر خصم اللي تحتية يعني حتى القريب منه طيب انا هتكلم على توقف قرى وان فيه اندية بتطالب برجوع الدوري او رجوع النشاط الرياضي وفيه اندية بتقول لا انت رأيك ايه ده انا مدعي مش اخلي بالك هو الوقت الكرار المياه برضاك مش كرار اهلي او زمالي او تحد كورا هو كرار دولة كرار دولة متمثل بسلامة اللعيبة ومسلامة البلد حقيقي فده اللي بنتكلم فيه هو مش اي حد هتكلم انا هتكلم على الاندية رأيك في الاندية وفقت واندية قالت لا ما انت خلي بالك فيه عنصر اللعبة بنتكلم فيها فيه اندية بتفكر في نفسها وكل نادي يحب يتفكر في النادي بتاعي يعني في الفنع بتاعته فيه نادي معرض للهبوت فممكن يقولك انا مش عايز دوري يجع فيه النادي عايز ياخد الدوري اقولك انا عايز الدوري يجع بس احنا بنتكلم في اللوايع والحاجات دي كلها بنتكلم فيها لازم يكون فيه سلامة اللعيب أول حاجة احنا بنتكلم في المنظومة لازم ما يحصلش فيها خلال احنا بنشوف في الوقت مثلا سمعنا تصريح من 200 يومين من ألمانيا من نادي بيرميونيخ اللي فيه ثلاث حالات عندهم كورونا اه حقيقي بعد ما فكروا انهم ما يستقنقوا التالي وانت خلي بالك يعني انا في أوروبا الدنيا برا هما ألف في المية عندهم السيفتي يعني اللي أمان عندهم أكتر مننا بكتير فاحنا مش عايزين حدي في المنظومة يكون عندهم مشكلة احنا بنتكلم في كده لو انت عندك الاحتياطات تقدر تعملها بشكل مميز عندك الإجراءات السلامة للعيبة كلها ما عندناش أي مشكلة حقيقي بس اعتقد ان الموضوع صعب وكمان انا بس عايزة واجهة رزالة كابتن انه ما فيش في الدول العالم كلهم لسه الدنيا متوقفة وما حدش خاد قرار وما حدش نزل الدر وما حدش نزل ملعب ما فيش اي حد خالص انا بنتكلم هي بس ألمانيا بس الوحيدة بس احنا بنتكلم دلوقتي ولما عملوا كده جيت لهم حالات تلات حالات وهم ألمان كمان هم متفوقين بحاجات جدا يعني في الطب بشكل كبير جدا بس احنا بنتكلم دلوقتي انت الوقتي هتبتدي امتى و هتعمل اعداد امتى و هترجع للايب العادة في البيت امتى فالموضوع الموضوع صعب يعني هتقعد شهر هتخش في ملنة موسم تاني طيب سوبر هاترك احمد ابو مسلم بيقول في لعيبة ما كانتش تحلم تلعب اهلي ولا زمالك و دلوقتي بتضرب اللي اكبر منها الاحمر رفض مش خلينا الاول نرد على الاول ده وبعدين نخش على على ايه بالضبط على الاعيبة لا هو اكيد بعد مطش الاحداث الحصر اللي بتاعة الاهل وزمالك السوبر طبعا دي دي بكل المقاييس انت تلعب كنت تقصد مين يا كاب لا انا مصد في لعيبة صغيرة ما ينفعش احنا كنا بنلعب زمان كان فيه احترام يعني ما كان فيه احترام ما ينفعش حتى لو يحصل شغب طبيعي اللي بيحصل في الاهل وزمالك بس الناس الكبيرة كما بتقدر الموضوع بيتحلم تاني حاجة كنا بنلعب في مصر دلوقتي انت بتلعب في دورة كبيرة زي اللي بتلعبلي في الامارات وكده فالعالم كله شايفك فما ينفعش اعمل حاجات السبينية دي اخلي منظر وحش يعني ما ينفعش اخلي انت بتلعبي صملة بلد اهل وزمالك دول كمة مصر ما ينفعش اخلي منظر الشكل العام شكل بتاعنا مش كويس او عشان واحد مثلا مندمج مع الجماهير او شغال مع اطرس عايز يعمل شو او ياخد حاجة عند الجماهير دي المشكلة احنا موجود فيها للسوشال ميديا لما حد بيعمل غلط من درش نحاسبه لا ده من عكس احنا بنزوده بل من عكس فينا شايفة ان السوشال ميديا بتحاسبهم كويس اوي لا ده من عكس لا هي حاجة سلاحة زي حدين زي بيقولك لما تعمل حاجة شفناها ما ينفعش باللي احنا شفناه بالاحداث تحت الصبر الاهل او زمالك الناس مش راضية اللي بيحصل ده فده الطبيعة اللي انت بتطلعي تتكلمي يعني ما ينفعش المنظومة موجودة بس انت قلت فيه لعيبة معينة ما كانتش تحلم تلعب اهلي ولا زمالك ودلوقتي بتضرب اللي اكبر منها طبعا فيه لعيبة صغيرك فيه لعيبة كتير انعوذت مي لا مش ناس كتير موجودة يعني ناس في الاحداث اللي كانت موجودة فيه ناس صغارة في السن كتير ما كانتش اصلا من ناد الزمالك او ناد الاهلي كانت بتلعب في الموجودة بس انا شايف الموضوع كله الغلطات هي عنصر صغير في السن بيقدر عايز يعمل عايز يعمل شو مش فاهم عايز يعمل ليه اهم حاجة بس يبقى ودن مع الجمهير هو ده اللي بيحصل المشكلة بس بالعكس تلعب منظرنا وحش جد وده اللي شايف الناس بتاخد قرارات مش عايزة ترجع تاني الدورة تلعب هناك ما اعتقدش ان القرار جي صح يعني انا سألت في ساعتها ايوم لا بس هبا هبا تسام يعني انا سألت في ساعتها قالوا انه صعب لا ما انت خالبالك هم عندهم بطولة هناك قوية جدا في الدور الاماراتي عندهم بطولة قوية جدا فطبيعي لهم عايزيني الشكل العامي بتاعهم متميز ما ينفعش يشوف كده ولك هيحصل نفس الكلام الناشئ او الولد او الموجود في الدورة الاماراتي هيشوف المنظر دوت هيقلت خلي بالك طيب انا عندي اخر سؤال وانا مستائع عمالة بص عمالة متضيئة منهم برا بس انت عارف رمضان يا كابتن احمد يعني اعداتك ما تشابهش منها قلت عن تصرف شيكابالا تصرف سوبياني من شخص غير مسؤول وفي نفس الوقت شيكابالا رد وقال ان جماهير الاهلي اللي عملته معايا ده ما اهانة لتاريخ بصي يا شيكابالا لعيب كويس لعيب كبير ما ننكرش ده كده بس كبالا خلي بالك الالتحاجات ده ما كانت بتحصل معايا في الاول كنا نقول له العنصر السن هو صغير شوية ما كانش عنده تجريفة دلوقتي هو كابتن الفرع فطبيعي هو هيتحط تحت ضغطات وهيتحط تحت احنا عارفين في الاقل وزمالك بيتكلم مع بعض ازاي لازم يكون عنده ارتكاز يعني عنده صبات عصبي اقوى من كده لازم يكون عنده اتزان اقوى من كده حتى لو حصل نفس المشاكل اللي بتحصل ده انا كبير لازم ألم الموضوع شوية فده الطبيعي اللي احنا بنتكلم فيه فما ينفعش حتى لو ولد يعني او حد عمل مشكلة لازم انا للم في رقتي وما عملش حاجة زي كده احنا كنا متعودين اللي منشوف حازم امام بنتكلم بيقول لك الناس اللي موجودة كانت بتلم الموضوع بشكل مميز فده النقطة اللي بخلقه اخر حاجة بقى عشان هم هينزلوا التترة علينا عن مقارنة محمد صلاح بشيكبال لا محمد صلاح يعني ده حاجة وده حاجة محمد صلاح ده مثل للعيب المكتهد اللي بيقدر يشتغل بشكل مميز وبيقدر يشتغل عن نفسه صح حتى بص التكوين الجسماني اللي محمد صلاح عامل ازاي واختلف ازاي بعد ما بتلم من مصر واسلوكه وشخصية بتاعته الشكبال اللعيب عنده موهبة وكل حاجة بس قبل ظروف وحداث كتير تأثر بها شوية هي اللي أثرت على شكله يعني على شكل بتاعه لنا تكمل الحلقة دي الثلاثة اللي جاية هو على الهوى وبدبسك لا لا خلاص بقى بدبسك كابتن عمد نورتاني في الحاكم ومشاهدين خلصة حلقتنا ستنونا الثلاثة اللي جاية في نفس المعاد والحكم للجمهور والرد مكفول لأي حد كنت معاكم ما يهد